بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد مجلسنا هذا السابع والعشرون من مدارس مجالستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الشمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى مستكثرين في ليلتنا هذه المباركة ليلة الجمعة وفي هذا الموضع المبارك من بيت الله الحرام مستكثرين من صلاتنا وسلامنا على سيد الأنام نبي الهدى والرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نقلب صفحات من شأن أخباره وسيرته العطرة صلوات ربه وسلامه عليه ولسان حال أحدنا لك حبنا وحنيننا وهوانا يا من إلى درب الجنان هدانا صلى عليك الله يا من حوضه يوم القيامة شوقنا ومنانا فاستكثروا في مجلسكم هذا أيها المباركون من صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم بقدر ما ترجون من مضاعفتها صلاة من ربكم عليكم وأنتم قد علمتم قوله عليه الصلاة والسلام فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر صلى الله عليه وآله وسلم وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ذكر فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وآله وسلم تتمة لما ساقه المصنف رحمه الله في فصل حداته وشعارائه وخطبائه وحرسه عليه صلاة رب وسلامه وهذا الفصل مع ما سبقه من فصول وما سيلحقه أيضا من فصول أخر إنما هي النبذ موجزة وهذا الفصل في الغزوات والبعوث والسرايا ليس هو على التفصيل بإنما هو وريقات معدودة أوجز فيها أسماء الغزوات وعددها وما الذي وقع منها فيها قتال وما الذي لم يقع فيه قتال لكن تفاصيل هذه الغزوات وأخبارها تفصيلا تأتي لاحقا في كلام المصنف رحمه الله عندما أورد ما يتعلق بشأن تفصيل الغزوات أو المغازي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في غزواته وبعوثه وسراياه الفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة ما قاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام القتال بنفسه أو ما قاد فيها الجيش بنفسه سواء وقع القتال أو لم يقع فكل جيش يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة سواء وقع القتال أو لم يقع أما إذا بعث صلى الله عليه وسلم كتيبة من أصحابه في مهمة وقع فيها القتال أو لم يقع فإنها تسمى سرية اصطلاحاً وإلا فالكل يمكن أن يقول له غزوة وهذا جرى عليه اصطلاح المؤرخين وأرباب السير فالفرق بين الغزوة والسرية مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فإن شارك فيها فهي غزوة وإلا فهي سرية والسرايا في السيرة النبوية أكثر بكثير من الغزوات وسيأتي تعدادها بعد قليل وهذا الاصطلاح جرى فإذا سمعت غزوة غزوة بواط العشيرة غزوة ودان هذه غزوات وإن لم تكن مشهورة فالمقصود فيها خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سمعت سرية فإنما هي بتوجيهه عليه الصلاة والسلام مخرج فيها بعض أصحابه هذا الاصطلاح سار في كل البعوث التي وقعت في سيرته صلى الله عليه وسلم إلا غزوة مؤتة فإنها وإن لم يشارك فيها صلوات ربي وسلامه عليه فإنها سميت غزوة وسببوا ذلك إلى عدة أمور منها أنها من أكبر السرايا التي بعثها عادة ما تكون السرايا أعدادها قليلة لكن مؤتة كانت أكبر سرية بعثها في حياته عليه الصلاة والسلام ومنها أيضا أنه تعاقب عليها ثلاثة أمراء بتأميره عليه الصلاة والسلام عندما عينهم واحدا تلو واحد فخرجوا إلى تلك الموقعة في مؤتم فسميت غزوة من بين سائر السرايا لعظيم شأنها ووقعها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي هذا الحديث في فصل الغزوات والبعوث والسرايا ها هنا مدخل لا بد منه أيها الكرام وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي رحمة وبعث كما قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكيف يمكن أن نجمعه بين وصف رسالته بالرحمة وبين وصف رسالته بالجهاد والقتال لأن الجهاد والقتال لا رحمة فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري معلقا بصيغة التمريض وأخرجه أحمد وغيره رحم الله الجميع والحديث حسن بشواهده قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خال فأمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فقوله بعثت بين يدي الساعة بالسيف صريح أن بعثته عليه الصلاة والسلام جاءت بالجهاد والقتال وإن كانت كل شرائع الأنبياء بعثت أيضا وفيها الجهاد إلا أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت رسالته للعالمين إلى يوم الدين كان وصف رسالته بالجهاد آكد مما وصف به الإخوته الأنبياء السابقون عليه السلام فقوله حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له يعني أنه بعث بالجهاد لنشر التوحيد وإقامة الدين وعبادة الله سبحانه وتعالى ونفي الجاهلية والشرك بالله قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي لأن الغنيمة التي يغنبها المجاهدون في القتال تعود عليهم وفيها سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصود بالرمح هنا الكناية عن القتال والجهاد عموما فحتى لا يقع إشكال فإن البعثة بالرسالة البعثة والرسالة بالسيف لا تتنافى مع وصف الرحمة ومرد ذلك إلى أن الرحمة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام كان ولا بد لها أن تلقى في طريقها في الدعوة إلى الله أصنافا من البشر هم شياطين الإنس أعداء للدعوة يصدون عن سبيل الله يعتدون ويؤذون ولا بد لرد الأذى والكيد من قوة لحماية الرسالة وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام ولذلك فإن المتصفح في السيرة يرى أنه عليه الصلاة والسلام في كل غزواته ما ابتدأ قتالا ولكنه قاتل من قاتله أو قاتل من نقض العهد ونقض العهد إعلان بالحرب لكن أن يبتدأ أناسا بالقتال من غير أذن فهذا لم يقع وخروج الفتوح التي قادت الإسلام إلى شرق الأرض وغربها كان ولا بد لها من قوة وما زالت حياة البشرية على وجه البسيطة لا قوام لها في مجتمعاتها سواء كانت دولا أو كانت مجتمعات فيها تنظيم يرأسها رئيس أو أمير أو حاكم لا بد لها من قوة تحميها من عداوة المعتدين وتحافظ لها على هيبتها واستتباب أمنها واستقرار أمرها فبعثته صلى الله عليه وسلم رحمة بكل وجه من الوجوه فإذا أضفت إلى ذلك رعاك الله أنه عليه الصلاة والسلام بالقتال الذي يصد به غوات البشر عن الاستمرار في غيهم فهي رحمة عليهم في مآل أمرهم خرج عليه الصلاة والسلام لقتال المشركين في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي عدد من الغزوات ولما خرج للقتال كان قتاله وجهاده صلى الله عليه وسلم إعلاناً بالوقوف أمام مد الكفري المتمادي في عدوانه وبغيه وصده عن سبيل الله وكان هذا القتال رحمة لأنه استنقذ الله تعالى به أناساً من الكفري ورد به عدوان المعتدين الذين يصدون عن سبيل الله فكان لرسالة الإسلام أن تنتشر لما وقف عدوان من تصدى لها وحاربها وآذى أهلها وبقي عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاث عشرة سنة لم يشرع له القتال ولم يؤمر بجهاد وأمر بالصبر والاحتمال طيلة هذه الفترة حتى كانت هجرته إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه والمقصود أيها الأحبة أنه ليس من تهمة تعلق في قلب أبناء الإسلام مما يشيعها ويروج إفكها بعض أعداء الإسلام فيما يتعلق برسالة الإسلام وانتشاره بالقوة والسيف واعتماده على إرغام البشرية وإكراهها على الدين ودخول تلك البلدان في صدر الإسلام الأول في الإسلام كان كراهية وإجبارا وقوة بالجهاد التي قادها الصحب الأوائل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال في الآية الكريمة في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إشعار بهذا الأصل العظيم الذي بنيت عليه رسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تفصيل يأتي في أعقاب حديثنا عن الفصل الذي أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالغزوات والسرايا وسبب ذلك أنه لم يؤمر بالقتال والجهاد بمكة عليه الصلاة والسلام وإنما أمر بالصبر والاحتمال حتى جاء الإذن أولا بقوله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ولطالما أتاه الصحابة الأوائل المستضعفون بمكة وقد وجدوا من قريش ما تسومهم به سوء العذاب فلا يجد إلا تصبيرهم عليه الصلاة والسلام صبراً آلا ياسر ويمر على بلاد وهو يعذبه ويرى بأم عينيه صلى الله عليه وسلم الأذى الذي كان يناله وينال أصحابه فليس له إلا الصبر والتصبير والاحتمال كل ذلك مدة ثلاث عشرة سنة التي بقيها بمكة في الدعوة إلى الإسلام وهذا بما فيه من حكمة جليلة في تشريع الله سبحانه وتعالى فإن فيه مقصداً جليلاً تربى فيه الصحابة الأوائل على الاحتمال والصبر وعلى كثير من قوة العزائم التي كان لها أثرها في ثبات إسلامهم وقوة أقدامهم في هذا الدين وبه حمل الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدء من حروب الردة في جزيرة العرب وانتهاء بالفتحات التي بلغت الإسلام في شرق الأرض وغربها فقوله كل البعوث والغزوات والسرايا كانت بعد الهجرة لأن الشرعة بالجهاد ما جاءت إلا بعد ذلك في مآيات كثيرة في مثل قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وما كان المؤمنون لينفروا كافة في آية أخرى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وآيات كثيرة فيها الأمر بالجهاد حماية للدين وذبا عن حياضه وحراسة لشريعته ونشر له وتبليغا لرسالة الله سبحانه وتعالى ثلاث عشرة سنة تضحض مقولة كل مفتر على الإسلام أن الإسلام لو نزل بالسيف وانتشر به لكانت أول آيات القرآن نزولا أو في ثناياها آمرة بالجهاد لكن أن يبقى ثلاث عشرة سنة وهي مليئة بالعدوان والأذى له عليه الصلاة والسلام ولصحبه الكرام وهذا في أظهر ما يكون الدحضا لذلك الافتراء فمن الذي يمنعه من قتالهم ولماذا لم تأمر الشريعة بالقتال آنذاك بالرغم مما كان فيها من تطاول وأذن بلغ حد القتل بل بلغ حد الخروج من مكة فأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية ثم ما لبث أن جاء الأمر بالهجرة إلى المدينة كان في ذلك حصار عظيم جائر بقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه في شعب أبي طارب حتى اشتد بهم الأمر نحوا من ثلاث سنين ما هذا؟ إذا كان الإسلام دينا فيه القوة والقتال والإرهاب والعنف فما الذي صبرهم ثلاث عشرة سنة؟ ولما لم يؤمروا بقتال طيلة هذه الفترة؟ إنما هو دين جاء في ثناياه بين تشريع الأحكام وتقرير المثل والمبادئ جاء أيضا بالسيف حماية لبيضته وإرهابا لأعدائه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فالتشريع للجهاد في الإسلام ليس بدعا في الأديان بل ليس مخالفا لما تألفه البشرية القديمة والمعاصرة والحاضرة في أنه لا بد للعيش البشري على وجه الحياة من سلاح وقوة يحفظ له أمنه فإذا كان هذا مقررا في عرف البشرية فلماذا يستنكر على شريعة الإسلام وما جاء به من أحكام وما نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فعلى مدى ثلاث عشرة سنة لم يؤمر بقتال وإنما أمر بعد هجرته إلى المدينة فكل البعوث والسرايا إنما كانت في مدة عشر سنين التي قضاها بالمدينة بعد الهجرة صلوات الله وسلامه عليه أحسن الله إليكم قال رحمه الله فالغزوات سبع وعشرون وقيل خمس وعشرون وقيل تسع عشرة وقيل غير ذلك هذه أقوال أن عدد الغزوات سبع وعشرون وهو الذي رجحه أئمة المغازي كالواقد وابن إسحاق وابن سعد رحم الله الجميع وقيل خمس وعشرون وقيل تسع عشرة غزوة قال المصنف رحمه الله وقيل غير ذلك يعني قيل أيضاً إحدى وعشرون غزوة وقيل ست وعشرون غزوة اختلف أرباب السير في تعداد المغازي والسبب إما الاختلاف الحاصل في تسمية بعض الغزوات فربما تعدد اسم الغزوة الواحدة فتورد على أنها غزوتان فيزيد العدد غزوة المريسيع وبني المصطلق هل هي واحدة أو اثنتان وكذلك الشأن في بعض أسماء الغزوات التي ربما وقع الريب فيها أو ما تناقلته الرواة في تحديدها وتوسع ابن سعد فبلغ بعدد المغازي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عدها سبعاً وعشرين تبعاً للواقدي وهو مطابق لما ذكره ابن إسحاق قال ابن إسحاق رحمه الله وكان جميع ما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستاً وعشرين غزوة أول غزوة غزاها بنفسه والدان وهي غزوة الأبواء ثم غزوة بواطن إلى ناحية رضواء ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع ثم غزوة بدر الأولى يطلب كرز بن جابر ثم غزوة بدر التي قتل فيها صناديد قريش ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر ماء لبني سليم ثم غزوة يطلب أبا سفيان بن حرب حتى بلغ قرقر الكدر ثم غزوة غطفان إلى نجد وهي غزوة ذي أمر ثم غزوة نجران معدن بالحجاز فوق الفرع ثم غزوة أحد ثم غزوة حمراء الأسد ثم غزوة بني النظير أجلاهم إلى خيبرة ثم غزوة ذات الرقاع من نجران ثم غزوة بدر الآخرة لمعاد أبي سفيان وهي غزوة السويق ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة الخندق ثم غزوة بني قريضة ثم غزوة بني لحيان من هذيل ثم غزوة ذي قرد يطلب عيينة بن حصن ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون ثم غزوة خيبرة ثم اعتمر عمرة القضاء ثم غزوة الفتح فتح مكة ثم غزوة حنين ثم غزوة الطائف ثم غزوة تبوك قال رحمه الله قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك في تسع غزوات وهي التي يسوقها المصنف الآن رحمه الله تعالى هذا الذي عده ابن إسحاق ستا وعشرين غزوة ذكرها ابن سعد سبعا وعشرين وأن السرايا كما سيأتي تعدادها تزيد على سبع وأربعين وزادها بعضهم فوق ذلك بكثير كما يأتي ذكره لاحقا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قاتل منها في تسع بدر وأحد والخندق وقريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقيل قاتل في بني النظير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر قاتل في تسع مع أن الغزوات كانت كما سمعتم سبعا وعشرين وقيل ست وعشرين فما معنى أنه قاتل في تسع منها أن البقية لم يقع فيها قتال فما الذي حصل إما أنه خرج عليه الصلاة والسلام فما وجد أعداءه أو فاته طلبهم عليه الصلاة والسلام أو حصل تراشق بالنبل وانصراف دون أن يقع التحام وقتال لكن الذي وقع فيه القتال ما سماه المصنف رحمه الله بدر وأحد والخندق وبني قريضة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف وقيل أيضا في بني النظير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر هذا العدد المحدود الذي وقع فيه القتال هو كل ما حصل فيه قتال قاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر منها تسعا وأن المجموعة كما سمعت سبع وعشرون أو ست وعشرون ومن أصح ما يروى في هذا العدد المذكور ما أخرج الإمام البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال تسع عشرة فقال فقيل له كم غزوت أنت معه قال سبع عشرة يعني فاته منها غزوتان قال السائل قلت فأيهم كان أول قال العسيرة أو العشير فذكرت ذلك لقتادة فقال العشير يعني ضبط اسمي الغزوة نسبة إلى المكان ومراد زيد بن أرقم رضي الله عنه الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم سواء وقع فيها قتال أو لم يقع فيما أخرج مسلم فيما أخرج أبو يعلى بسند صحيح والحديث أصله في مسلم عن جامر رضي الله عنه أن عدد الغزوات إحدى وعشرون غزوة فكيف نجمع بينها وبينما ذكره زيد أنه تسع عشرة غزوة والفارق منهم اثنتان فلعله فات زيدا رضي الله عنه ذكر غزوتي الأبواء وبواطن لأنه لم يذكرها بدلالة أنه لما سئل أيهم كان أول قال ذي العشيرة وقد كانت غزوة الأبواء وغزوة بواطن قبلها ولعل ما رد ذلك لصغر سن زيد رضي الله عنه فما أدركها أو لم يعيها ولم يحفظها فذكر ما حفر رضي الله عنه وأرضاه والمقصود أن عدد الغزوات حتى فيما أخرج الآئمة المحدثون لم ينضبط بعدد متفق عليه يقول زيد في صحيح البخاري إنها تسع عشرة غزوة ويقول جابر رضي الله عنه عند أبي يعلى وأصل الحديث في مسلم أنها إحدى وعشرون غزوة وأصحاب المغازي يريدون العدد بما يزيد على ذلك كما سمعت في الأرقام التي ذكروها رحم الله الجميع أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما سراياه وبعوثه فقريب من ستين ستين سرية وذكر ابن سعد أنها سبع وأربعون قال الحافظ ابن حجر هي تقارب السبعين إذن بين ما ذكره ابن سعد أنها سبع وأربعون وما ذكره ابن القيم أنها قريب من ستين يقول الحافظ ابن حجر إنها تقارب السبعين قال رحمه الله وقرأت بخط مغلطاي أن مجموع الغزوات والسرايا مئة وهو كما قال والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله معنى ذلك أنك لو جعلت الغزوات نحو من ثلاثين سبع وعشرون أو خمس وعشرون وجعلت مجموعها مع السرايا تبلغ مئة فيكون تعداد السرايا بين السبعين والثمانين ولهذا قال الحافظ ابن حجر هو قريب مما قال أن مجموعة ما حصل من قتال أو دعنا نقول مجموع ما خرج من المدينة في تحركات عسكرية بالاصطلاح المعاصر كان مئة مرة قاد فيها النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بنفسه في هذا العدد خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو إحدى وعشرين أو أقل والباقي بعث فيها أصحابهم لم يقع في كلها قتال ليس في المئة بعثة كان فيها قتال بل حتى الغزوات لم يقع القتال إلا في تسع من سبع وعشرين أو من خمس وعشرين وعامة السرايا كذلك لم يقع فيها قتال بل أغلب السرايا الأصل أنه ما وقع فيها قتال وغالب ما يقع فيها تراشق بالنبل وتناضح ثم انصراف من الطائفتين إنما وقع القتال في الغزوات خاصة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك لماذا سميت بالغزوات الكبار الأمهات لأنها وإن وقع القتال في تسع فإن السبع هذه منها على وجه الخصوص نزل في شأنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة وتضمدت من الأحكام والحكم والوقائع والأحداث والقصص شيء أعظم من مجرد القتال الذي وقع في الغزوة فأما غزوة بدر فقتال وانتهى وانصرف الناس وأحد كذلك والخندق لكن ما تحقق في تلك الوقائع شيء أعظم من مجرد القتال وانتصارهم في بدر وعودة الكرة عليهم في أحد وانهزام المشركين في الخندق هو ليس مجرد حدث عسكري أن قريش التقت بجيش رسول الله عليه الصلاة والسلام في بدر فخسرت كذا وهزمت بكذا قال هذه غزوات أمهات كبار ولذلك فإن عامة المسلمين إذا سئل عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يذكر غالبا هذه الغزوات الكبار بدرا وأحدى والخندق وفتح مكة وحنين وتبوك كما قال المصنف رحمه الله إضافة إلى غزوة خيبرة هذه غزوات أمهات كبار وتفاصيلها تأتي لاحقا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أما على تاريخها الزمني الواقع في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن جل ما وقع من الغزوات كان في السنة الثانية من الهجرة وليسة الأولى أما الأولى فاستقراره ومقامه بالمدينة عليه الصلاة والسلام وبناء المسجد وتأصيل الإخاء بين المهاجرين والأنصار وتشريع الأحكام وترتيب نظام الدولة حتى استقر الأمر فلما شرع الجهاد وأمر بالقتال كانت أحداثها ابتداء من السنة الثانية من الهجرة وعامة ما وقع من المغازي كان في السنة الثانية فغزوة الأبواء وبواطن والعشيرة وسفوان المسمى بغزوة بدر الأولى وغزوة بدر الكبرى وبنو سليم وبنو قينقاع والسويق وهي بدر الآخرة كلها وقعت في السنة الثانية من الهجرة وأما في السنة الثانية فكان فيها من الغزوات النبوية غزوة ذي أمر وبحران وأحد وحمراء الأسد في السنة الرابعة لم يقع من الغزوات إلا بن النظير وبدر الموعد التي تواعد فيها مع أبي سفيان لما قال موعدكم العام المقبلة في السنة الخامسة من الهجرة كانت غزوة دومة الجندل وبني المصطرق والأحزاب أو الخندق وغزوة بني قريضة في السنة السادسة لم يكن إلا صلح الحديبية وغزوة بني لحيان في السنة السابعة من الهجرة كانت غزوة الغابة غزوة خيبر غزوة ذات الرقاع والعمرة التي قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عمرته التي تحلل منها في الحديبية في السنة الثامنة فتحت مكة وبعد فتح مكة اتجه إلى الطائف كانت غزوة حنين والطائف أو ما تسمى بغزوة ثقيف في السنة السابعة لم يكن إلا غزوة تبوك وأما في العاشرة فلم يقع منه قتال لأن الناس قد دخلوا في دين الله وغزوة تبوك إنما قصد بها وقد فتحت مكة قصد بها بلاد الروم فتوجه إلى شمال الجزيرة فانظروا كيف كانت البعثات والسرايا والغزوات النبوية كانت في خط التاريخ الزمني متدرجة في الكثرة من السنة الثانية إلى السنة التاسعة التي ما كان فيها إلا غزوة تبوك فلك أن تقول إن الغزوات وقعت بين السنة الثانية في الهجرة والسنة الثامنة فعلى مدار نحو من سبع سنوات فقط كانت غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس فيها قبل وبعد شيء سوى غزوة تبوك وحدها في السنة التاسعة وبقي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة لم يقع فيها قتال حتى لحق بالرفيق الأعلى في صدر السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وآله وسلم نعم أحسن الله إليكم على رحمه الله والغزوات الكبار الأمهات سبع بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك وقد عرفت تواريخ فبدر في السنة الثانية وأحد في السنة الثالثة والخندق كان في السنة الخامسة وخيبر في السنة السابعة وفتح مكة في الثامنة وحنين أيضا في الثامنة وتبوك وحدها كانت في التاسعة لو في شأن هذه الغزوات نزل القرآن فسورة الأنفال سورة بدر وفي أحد آخر آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى قبيل آخرها بيسير وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بن النظير وفي قصة الحديبية وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر أما هذه الغزوات الكبار فإن لها أحداثا عظاما بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان لأنها يوم عظيم كتب فيه النصر للإسلام في أول مواجهة لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعداءه فكانت وقعة عظيمة فيها انتصار الإسلام وارتفاع رايته وقوة شأنه وتسامع العرب بانتصارهم على قريش في غزوة بدر فنزل فيها سورة الأنفال ومن أراد أن يعفهم أن يفهم ويفقها أحداث بدر فليقرأ سورة الأنفال وما ذكره أئمة التفسير فيها من الروايات التي تتعلق بتلك الآيات فإن لها شأن عظيم يتعلق بغزوة بدر قال وفي أحد النصف الثاني من سورة آل عمران تقريبا من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال إلى قبيل آخرها بيسير فإن آخرها أيضا تناولت غزوة حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وهذه الآيات في غزوة حمراء الأسد التي كانت عقبا صرافهم من أحد قال رحمه الله تعالى وفي قصة الخندق وقريضة صدر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا قال وسورة الحشر في بن النظير ولهذا فإن من أسماء سورة الحشر أن تسمى بسورة بن النظير التي ذكر الله تعالى فيها شأن أهل الكتاب من يهود بن النظير في حصارهم وإجلائهم من المدينة وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح بل سميت بسورة الفتح لأن الفتح كان فيها موعودا ولأن صلح الحديبية ذاته كان فتحا للإسلام والمسلمين في تلك السنة قال وذكر الفتح يعني فتح مكة صريحا في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكة فإنه جاء صريحا في هذه السورة فهذه الغزوات الأمهات الكبار التي وقعت بهذه الأسماء نزل فيها قرآن يتلى وكانت أحداثها فيها من العظمة وشأن يتعلق بالإسلام وتبدل حاله وتطور مواجهته للكفر وأهله ما تحمله أحداث السيرة تفصيلا وستأتينا لاحقا إن شاء الله تعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله وجريح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد ما أصابه عليه الصلاة والسلام شيء من الأذى في تلك المواقع التي قاتل فيها التي وقع فيها قتال في التسع الغزوات إلا في أحد لما سقط صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حفرها الخبيث بن أبي قميئة فسقط عليه الصلاة والسلام على جنبه فكانت سقطته تلك سببا لإصابته فانكسرت ثنيتاه عليه الصلاة والسلام وشجت جبهته ودخلت حلقتان من المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام فكانت تلك إصابة بلغت نبي الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد خاصة ولم يصب في غيرها من الوقائع والغزوات عليه الصلاة والسلام أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين يقصد بالقتال القتال الحقيقي الذي هو ضرب وقتل في صفوف المشركين في سورة الأنفال في شأن بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء والحديث في الصحيحين أيضا عن وصف قتال الملائكة مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته يوم بدر قتالا حقيقيا إذ يشتد رجل في إثر أحد المشركين سمع صوتا من فوق رأسه يقول أقدم حيزوم فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقت ذاك من مدد السماء الثالثة وإذ يرفع سيفه ليضرب خصمه إذا بضربة تخطم أنفى المشرك فيخر صريعا ويخضر أجمع ولما رجع أبو سفيان قال معتذرا لقريش عما أصابه من الهزيمة والله ما أن لقين القوم حتى منحناهم أكتافنا ولا يلام فينا أحد لقينا رجالا بيضا على خيق البلق بين السماء والأرض والله لا يقوم لها شيء ولا يقابلها شيء لم يكن يعلم أنها ملائكة الله التي قاتلت ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حنين كذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها فكان قتال الملائكة قتالا حقيقيا وإلا فمعية الملائكة كانت دوما وما خذل الله نبيه عليه الصلاة والسلام في وقعة من الوقائع والملائكة تصف كصفوف بني آدم في الجيش وهم يقاتلون لكن القتال المقصود به الضرب والقتل وقع في هاتين الغزوتين تحديدا وباقي الغزوات كان فيها التثبيت لأهل الإسلام وفيها التأييد والنصر وفيها قوة العزائم وفيها ما أمر الله عز وجل من وجوه النصر لنبيه عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين فهربوا يوم الخندق لأن الله عز وجل قد قال إذ جاءتكم جنود من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فأرسل الله ريحا أكفأت قدورهم وخلعت خيامهم فانتصبوا لذلك فما استقاموا فانصرفوا راجعين فكان تأييدا من الله عز وجل بإرسال الملائكة يوم الخندق فقذفت الرعب في قلوبهم حتى انصرفوا مهزومين قال ورمى منها بالحصى في وجوه المشركين وحصل مثل ذلك في بدر قال شاهت الوجوه ورمى بكف من حصباء فما أصابت أحدا منهم إلا خر صريعا يوم بدر نعم احسن الله إليكم قال رحمه الله وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين يقصد بالفتح النصر الذي هزمت فيه جيوش المشركين كانت في بدر وحنين أما في أحد فقد كانت الجولة الأولى لأهل الإسلام ثم عادوا وابتلي المسلمون في أحد بما كان منهم بما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى وبقية الوقائع كالخندق مثلا والحديبية لم يكن فيها قتال بمعنى انتصار وانهزام للمشركين انتصار للمسلمين وانهزام كما حصل في بدر وحنين التي كان فيها أيضا نصر النبي عليه الصلاة والسلام وما وقع أيضا من السبي الذي عاد به بعد ذلك إلى مكة أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقاتل بالمن جنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف هذا يعني ما يسميه بالاصطلاح العسكري المعاصر اليوم الحرب المدفعية أو القتال المدفعي المنجنيق هو آلة تشبه المدفع فتوضع القذيفة وترمى بآلة بحيث تصيب الخصم والعدو على بعد أو على ارتفاع وعلو لم يكن بين يديه عليه الصلاة والسلام مثل ذلك إلا في غزوة الطائف في حصارها فرمى بالمنجنيق نعم وتحصن بالخندق في واحدة وهي الأحزاب أشار عليه به سلمان الفارسي نعم وتعلمون القصة أنه لما سمع صلى الله عليه وسلم بمقدم قريش وأحلافها في عشرة آلاف مقاتل لم يكن يرى عليه الصلاة والسلام أنه بإمكان أهل المدينة مقابلة هذا العدد الكبير فاستشار أصحابه فأشار سلمان رضي الله عنه بما عهده من فارس وقد كان عندهم من حروب فارس وما تمارسه من أساليب عسكرية وخدعة بما شأنه حفر الخندق الذي يصد عدوان الأعداء فكانت الفكرة التي قالها سلمان فارتضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق من شمال المدينة بين حرتيها ليبقى مدخل المدينة محصنا بالخندق وأما باقي جهاتها فمحاطة بجبال لا تتيح للجموع الكبيرة والجيوش الكثيرة الدخول منها فكان رأيا مسددا وكانت خطوة كان بها بناء الخطة في الخندق أو في غزوة الأحزاب على منع هذا العدد الكبير وفعلا كان ذلك منهم وقوفا عند الخندق ثم رجوع بعد أيام قضوها على مشارف الخندق وحصار دام أياما حتى أرسل الله عليهم الريحة التي أكفأت قدورهم وخيامهم فرجعوا خاسرين هذه جملة ما أورده المصنف رحمه الله إيجازا في هذا الفصل في البعوث والغزوات والسرايا وفي ختام هذا المجلس هاهنا وقفات مهمة تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الغزوات التي افتتحنا بها المجلس من المهم لبني الإسلام أن يكونوا فيها على فقه ودراية وبصيرة فإن أعداء الإسلام ما زالوا يروجون الإفك في وصف الإسلام بالعنف والدموية وأنه منتشر إلا بالقتال وأن الإسلام دين سيف وأنه من النصوص ما تشهد لذلك كما ذكرت في صدر المجلس قوله عليه الصلاة والسلام وأن بعثت بين يدي الساعة بالسيف والآيات الآمرة بالقتال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وعامة آيات التي أمرت بالجهاد والقتال فإذا أضفت إلى ذلك أن كثيرا من كتب السيرة النبوية وصفت أو كتبت بحصر المغازي وهكذا صنع الأوائل كالواقدي مثلا وابن إسحاق فإنهم سموا ما صنفوه في تلك الوقائع بكتب المغازي يعني ذكروا فيها شأن الغزوات النبوية فانحصار مفهوم السيرة النبوية في المغازي أو إذا أقبل مسلم يدرس السيرة فإنما يقبل على دراسة الغزوات بدءا من بدر وأحد وما بعد فإذا قيل له ما السيرة النبوية قال الغزوات وإذا قيل له ماذا تعرف من السيرة النبوية فلا يعرف إلا المغازي المغازي صفحة من السيرة النبوية لكن ليست كل شيء السيرة النبوية بيت الزوجية السيرة النبوية صلاة السيرة النبوية تشريع لأخلاق السيرة النبوية حياة نبوية كاملة فيها كل شيء يتعلق بهدي الإسلام وسيرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم فاختزال السيرة في المغازي قصور ما أراده العلماء الأوائل الذين صنفوا في المغازي وذلك أن المغازي أو الغزوات هي أحد العلوم النبوية فإن العلوم النبوية فيها غزوات وفيها شمائل وفيها سيرة وفيها حديث نبوي وفيها خصائص نبوية وهذا كله حزمة لمن أراد أن يتعلم ما يتعلق بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكاملة من جميع أنحائها فالمغازي أحد أبوابها وليست كل شيء في السيرة النبوية وها هنا نقاط يحسن فهمها لمن أراد أن يحيط بفقه السيرة النبوية في باب المغازي تحديدا أولها كل الغزوات كما سمعت في صدر كلام المصنف رحمه الله وفي الفصل كانت بعد الهجرة وذلك لعدم الأمر بالجهاد في مكة إذن فثلاث عشرة سنة من الدعوة النبوية كانت صبراً واحتمالاً للأذى مع بلوغ الأذى حد القتل في بعض أصحابه واضطرارهم إلى الخروج والفرار بدينهم هجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة بل أذن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام في التطاول وضعوا سل الجزول على ظهره الشريف ورموه بالتهم ساحر وكذاب وشاعر ومجنون حتى بلغت بهم محاولة قتله وسفك دمه عليه الصلاة والسلام فثلاث عشرة سنة كانت كلها دعوة مع صبر واحتمال وتجاوز وعفو ثم كانت العشر السنوات الأخيرة من حياته التي شرع فيها الجهاد فهمك لهذه النقطة مهم لتدحض الافتراءات التي يوصف فيها الإسلام بأنه دين ما جاء إلا بالسيف والقتال ولو كان كذلك لجاء الأمر بالقتال في أول سنة من سنوات الدعوة إذن فأكثر من نصف سنوات دعوته عليه الصلاة والسلام كانت صبراً واحتمالاً للأذى ثانياً الغزوات التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه لا تتجاوز ثلث العمل العسكري في السيرة النبوية كلها فإن مجموع الغزوات والسرايا والبعوث كما يقول الحافظ بن حجر نقلاً عن ابن مغلطاي قريب من مئة قال وربما كان أكثر فإذا كان هذا العدد والنقل إنه مئة ومجموع الغزوات كان خمساً وعشرين التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام في أعلى عدد سبع وعشرين الخمس وعشرين ربع المئة وإذا قلت سبع وعشرين فأنت قريب من الثلث أفيكون عليه الصلاة والسلام حريصاً على القتال متعطشاً إلى الدماء كما يزعمون وحاشاه صلى الله عليه وسلم ثم يكون ثلثاً العمل العسكري في زمنه يبعث به أصحابه مكتفياً بإرسالهم هذا أمر يحتاج إلى فهم لمن يدرك سيرته عليه الصلاة والسلام ثالثاً هذه الغزوات التي بلغت إحدى وعشرين غزوة أو ثلاثاً وعشرين أو خمساً وعشرين قاتل منها في كم؟ في تسع ثلث هذا العدد هو الذي وقع فيها القتال والثلثان التي خرج فيها بنفسه إن صرف من غير قتال أفيكون هذا حرصاً على إراقة الدماء وتعطشاً إليها أم هو محاولة قدر المستطاع لعصمة الدماء وحقنها والله ما أراد إلا استنقاذهم من النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض أفيخرجوا ليقتلهم عليه الصلاة والسلام ويرجعوا إلى المدينة؟ رابعاً جميع ما ذكر في تعداد قتل الغزوات النبوية في السيرة متفاود فبعضهم ذكر أن عدد القتل يتراوح من ستمائة وخمسة وعشرين قتيلاً إلى ألف وثمانية عشر من الطرفين مسلمين ومشركين وقيل كان عدد القتل من المسلمين مائتان وست وثلاثون ومن المشركين ستمائة وخمس وعشرون فالمجموع ثمانمائة وواحد وستون قتيلاً وأعلى تقدير ذكر أن مجموع القتل لا يتجاوز مائتين واثنين وستين مسلماً وألفاً واثنين وعشرين مشركاً المجموع في أعلى تقدير في كل الإحصاءات التي ذكرها الباحثون والدارسون لا يبلغ ألفاً وثلاثمائة من المسلمين والكفار على حد سوى مجموع القتل من الطرفين لا يتجاوز ألفاً وثلاثمائة في جهاد استمر كما سمعت من السنة الثانية في الهجرة إلى التاسعة في سبع سنوات في خمس وعشرين غزوة في مئة بين غزوة وسرية عدد القتل ما تجاوز ألفاً وثلاثمائة من الطرفين حدثني الآن عن عدد القتل والصرع في الحرب العالمية الأولى التي لا يعرف الناس إلى اليوم العدد الفعلية حقيقة فيها كم فمن قائل إنهم خمس وثلاثين مليون بين قتيل وجريح ومفقود والحرب العالمية الثانية كانت ضعف هذا العدد الذي تجاوز ستين مليون وكلها أرقام يعترف البشر المعاصر أنه ليس على وجه التحديد بل هو على التقريب إذ لا يعلم عدد من هلك بسبب هاتين الحربين أحد من البشرية إطلاقاً فغزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام وقتاله على مدى عشر سنوات بالمدينة لم يبلغ فيها القتل من الطرفين أكثر من ألف وثلاثمائة إنسان أهذا حرص على القتل أم عصمة للدماء أهو حرص على الاستنقاذ أم رغبة في الهلاك والفناء سادساً أو خامساً لم يقاتل عليه الصلاة والسلام في كل تلك الغزوات إلا من قاتله أو نقض العهد معه ونقض العهد إعلان حرب أتظن أن من يقصد يعني يخرج عليه الصلاة والسلام في بدر لاعتراض قافلة أبي سفيان فيفر أبو سفيان بالقافلة ويجد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه أمام جيش فيه ألف مقاتل أمر لا ما فر منه فيقعد ويستشير أصحابه حتى يشير عليه بالثبات والمضي معه في القتال ماذا تريده أن يفعل؟ وقد ودى جيش أمامه بل ما خرج عليه الصلاة والسلام إلا في ثلاثمائة وبضعة عشر وأنه ما دعا الناس للخروج إلى القتال فماذا تريده أن يفعل؟ في أحد يقدم عليه ثلاثة آلاف مشرك من مكة قاصدين المدينة فخرج يلقاهم في أحد ماذا تريده أن يفعل؟ في الخندق أقبلوا بعشرة آلاف يا إخوة كل هذه الوقائع يخرج فيها جيش المشركين يقصده في المدينة يقطعون فيها أكثر من أربعمائة وخمسين كيلو من مكة إلى المدينة يقودون الجيوش والجحافل يريدون قتاله فما المطلوب أن يفعله أي قائد بل أي عاقل في دفع ذلك العدوان؟ ما الذي سيفعله؟ فما لم يكن إلا أن يرد القتال بقتال وأن يصد العدوان فكيف يفسر هذا بأنه اعتماد للإسلام على السيف واعتماد لنشره بالقوة وإرغام للناس في القتال على الإسلام لدخولهم فيه؟ هذه الافتراءات يا كرام إنما تدحظ على بينة من علم وبصيرة لمنفقها السيرة النبوية سادساً من هذه الوقائع كلها لم يقتل عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة أحداً قط إلا أبي بن خلف في غزوة أحد واحد فقط من الألف وثلاثمائة كان مقتولاً بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام والسبب أن أبي بن خلف لعنه الله قصد النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً أين محمد؟ لا نجوت إن نجأ فيقصده مقبلاً بقتال فقال عليه الصلاة والسلام دعوه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في نحره فمات منها في عودته إلى مكة فإذا كانت غزواته عليه الصلاة والسلام البالغة خمساً وعشرين أو سبعاً وعشرين ونحوها وحصل فيها القتال وفي تسع منها لم يقتل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا واحداً من أمته فقط فإن ذلك من أظهر الدلائل وأقواها حجة ودفعاً لإفتراء المفترين في مسألة وصفه ووصف رسالته عليه الصلاة والسلام بالحرص على القتل وإراقة الدماء سابعاً لم يأذن عليه الصلاة والسلام في حروبه قط وغزواته وبعوثه وسراياه إلا بأخلاق عجزت البشرية المعاصرة أن تستوعبها فضلاً عن أن تنتهجها في أخلاقيات الحروب في احترام كبار السن والنساء والولدان والأطفال ومن لا يد لهم في الحرب لم تحفظ وقائع السيرة النبوية حادثة في الغزوات كان فيها اعتداء على وليد أو طفل أو شيخ كبير طاعن في السن أو اغتصاب للنساء أو هتك للحرائر وانتهاك للحرمات لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقتل كبير طاعن في السن إلا دريد ابن الصمة شاعر هوازن لأنه كما يقال مهندس حربها وهو الذي شارك في جيشها فكان جزاءً لما تولى من أمر القتال في تلك الغزوة هل بعد ذلك كله يقال يا كرام إن الإسلام دين جاء بالسيف متعطش للدماء إذا أضفت إلى هذا سياق النبوة وبعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أربعين سنة من حياته اعترفت فيها قريش بصدقه وأمانته وشهدت له بكل جميل ثم تبدلت بعد ذلك نكراناً بل عدواناً وتطاولاً وأذى ومع ذلك صبر واحتمل عليه الصلاة والسلام وما كان فيه من قتار إلا كما سمعت في بدر وأحد والخندقي وسائر الغزوات التي كان فيها يرد عدوانهم وقد بلغوا بجيوشهم المدينة أو أطرافها فماذا عساه أن يفعل بل إنه لما تمل كان واصي أمرهم وأقبل في فتح مكة منتصراً عليه الصلاة والسلام فتجمعوا حوله فسألهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أبعد هذا العفو النبوي العظيم الذي ما عرف التاريخ مثله يوصف عليه الصلاة والسلام أو توصف رسالته أو أتباع ملته بالإرهاب والعنف يا قوم لسنا نعتب على الحقدة من أعداء الإسلام في التزوير والإفك والبهتان لكن العتب على بني الإسلام في جهلهم وضعف حجتهم وقصور علمهم في الدفاع عن دينهم والذب عن حياضه والانتصار لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حق والله على كل مسلم صادق في إيمانه محب لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقف منتصرا وقد علم من أخبار سيرته ما يتقوى به في الدفاع وذب الأعداء وافتراءاتهم ماذا فعلت جحافل الاستعمار من سوء وتبديد وتنكيل واغتصاب وهدك للحرمات لو دخل الإسلام بلاد البشرية بالقوة والكراهية فما الذي أبقى تلك البشرية على الإسلام في أوقات ضعفه وانحسار أمره وانكسار شوكته إن السيف قد يفتح البلد لكنه لا يفتح القلب اعتقادا للحق واعتناقا به لكن البشرية عربها وعجمها التي عرفت الإسلام فآمنت به آمنت به لكونه حقا ولا بد للحق من قوة تحميه وتذب عنه وترد عنه العدوان لأن الحق إن كان وحده استكبر عليه شياطين الإنس والجن فشرع الجهاد حماية للدين وذبا عن حياظه وإلى اليوم ما زالت الدول تفاخر بجيوشها وتستعرض قواتها العسكرية فلماذا يذم به الإسلام ولماذا يستكثر على صدر الإسلام وعهد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون له قوة تحميه من الأعداء وتذب عنه العدوان يا قوم نحن بحاجة إلى فقه في السيرة ومعرفة بأحداثها يتجرع فيه المسلمون قوة وحصانة علمية وفكرية يعتزون فيها بدينهم ويفتخرون فيها بنبيهم ولسان حال أحدهم مقامك يا سيدي صين وعنك الإله يكف العدى وشاهت وجوه الذين اعتدوا وبالسوء والشر مد اليدى فاستكثروا من صلاتكم وسلامكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم ليلتكم وجمعتكم غدا فهي من خير ما يكتنزه العبد في صحيفته اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه في تفريج الكربات وقضاء الحاجات ما وعدت به المصلين عليه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين